بنا ذي بدء أن أسعد الله صباحكم ومساكم على اختلاف التوخيط بنسبة لكم أنا ما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضمن برنامج القضية في هذه الحلقة نفتح دردشة طبية جميلة في هذا المساء ونضع إجابات وأيضا نصائح وتوصيات حول نقاط مهمة تخص السادة المشاهدين بالعمال المصري كده كلنا بيشتكي البرد في الفترة الأخيرة بل والبعض ممكن يكون بيدعي لنفسه البرد هو أصلا ممكن يكون الموضوع مش بارد زي ما يقولوا كده بالعمية المصرية ولكن أيضا يبقى السؤال دائما حول فكرة البرد البرد والأعظام البرد والعضلات البرد والمفاصل الاحتياطات نشرب إيه ناكل إيه كل هذا وأكثر نتعرف عليه بشكل تفصيلي عبر عمري هذه الحلقة من خلال ضيفنا الفاضل معنا لأستاذ الدكتور سالم درغام أحد أكبر أستاذة يعني الأعظام والجراحات الأعظام في مصر والوطن العربي زيكا دكتور أهلا من نور الدنيا أهلا والحمد الله بالسلامة بلايك البرد مع فصل الشتاء أعتقد ما فيش حد يعني الشتاء بيعدي من غير ما يكون لي نصيب من البرد حتى اللي ممكن يبقى عنده حاجة غير البرد زي ما قالوا بالعمال المصرية وميكرون أو كورونا أقول لك ده دور برد وهكذا يعني حتى وكأن البرد أصبح منجاتا كما يقولون صح التعبير لكن البرد ومشاكل الأعظام من صغرنا كده نسمع أقول لك ده واخد دور برد في عظمه حتى في بيوتنا على مستوى الأمهات المصرية لكن هل زينا دكتور نقسمها كده تقسيمها تقسيمها نعرف طيب البرد ومشاكل الأعظام عموما وبعد كنا نطرق بقى الجزئيات التانية البرد والعضلات البرد والمفاصل البرد والأعصاب وهكذا خلنا نقول البرد والأعظام الدنيا فهي إيه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد طب القريب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها شكرا طبعا موصول لمجلس الدارة القناة الرحمة القناة الإسامية الوساطية والرئيس مجلس الدارة الأستاذ محمد حسان والدكتور الشاعر طبعا المحاول الجيد وأنا بشكر حضراتكم وبشكر السادة المشاهدين على زاعة صدرهم لهذا الموضوع لكن الموضوع ده مهم جدا والموضوع ده على فكرة يعني ماهوليكش بحسا لا على عكس ده الموضوع ده لسه فيه أراء وأبحاث جديدة لأن زا ما انتم شايفين السنة دي مثلا على سبيل المثال أول مرة من فترة طويلة أوي درجة الحرارة تنخفض بالشكل الشديد اللي موجود في مصر حاليا يعني احنا بنمر مثلا بفترة فيها درجات الحرارة بتسجل معدلات غير متوقعة أو غير معروفة وبتوصل أحيانا إنها بتبقى قريبة من الصفر أو تحت الصفر فده واضحنا ماكناش وقدين عليك مصر أوي بس لكن ده خلنا يعني نبحث في هذا الموضوع ونشوف أراء الناس اللي بتكلمت في الموضوع ده إيه رأيهم وإيه الفكرة اللي تبانى عليها القصة دي وإيه اللي بيحصل أنت مثلا النهاردة ممكن تلاحظ حاجة مهمة أجل ألا وهي يجيلك واحد يقولك أنا يعني أنا عايش حياتي طبيعي جدا لكن بيجيلي دور رعشات في العضلات شديد جدا مع البرد لما بيزيد قوي بحس برعشة جمدة في العضلات وكلام من ده طيب العضلات طبعا اللي بتتأثر أكتر هي العضلات اللي حوالين الهيكل العظمي اللي هي العضلات الحركية طيب جينا نشوف إيه السبب لقينا إنه لما درجة الحرارة بتنخفض بينخفض معاها الضغط الجو تمام هما الاثنين مرتبطين ببعض طيب ماشي مفروض درجة حرارة الجسم الطبيعية كام؟ من ستة وتلاتين صحيح ونص لسبعة وتلاتين وشرطتين دي درجة حرارة إيه الطبيعية اللي معدلها الجسم من جوة بيقدر يزلط درجة حرارته في هذا إيه المعدل السابق تمام طيب إمتى بقى بتتقي تحصل لخبطها أول حاجة لما دخفض درجة الحرارة برا وينخفض معاها الضغط الجو تمام يبتدي يحصل أن العضلات تتمدد لما العضلات تتمدد سيما احنا كلمنا قبل كده لو حضرتكم فاكرين في الحلقة بتاعت العضلات وتكوينها وإزاي ابني عضلة وكلام من ده قلنا العضلات دي نسيج عضلي مرتب فوق بعضه وبتيجي الأعصاب بتمشي في اتجاه العضلة اللي موجودة وليهم من برا نسيج بيبطنهم كل أن العضلة يحصل أنها تتمدد ماشي يبقى معنى كده أن العصب اللي هو وقد على وضع معين تيتشد معا تمام يبتدي يحصل رد الفعل اللي هو الرعشة اللي بتيجي واللي موجودة واللي بتظهر عند ناس كير جدا وعلى الأسف شديد جدا ملهاش تفسير يعني ملهاش تفسير عند زمر كتير أنا دكتور الرعشة المفاجأة يعني أبقاها كويس وفاجأة لا زي جيد مفاجأة وممكن تستمر اللحظات في بعض الناس وتروح وممكن تستمر الأوقات طويلة على فكرة في بعض الناس طيب دي أول حاجة بتحصل في العضلات إن العضلة بتتمدد دي نقطة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها يا قطور محمد إن ده نتيجة إيه إن العضلة بتتمدد أكثر من حجمها فده بيخلي الأعصاب اللي حواليها اللي بتعني الإحساس بتاعها للمخ تمام يبتدي يحس بالأخبطة هنا يبتدي يعمل رد إن يحصل عملية إيه إنقباضات في العضلات دي عشان يعمل لها عملية إيه تدفئة على أمل إنها ترجع ده في حد ذاته مشكلة اللي هو أباعها الطبيعي ما هو ده بقى المشكلة المشكلة هنا إن الرعشة دي بتبقى ملحوظة ظاهرة تمام بيحسها كل واحد يعني مثلا يبقى جاي من بره يخش البيت طبعا لازم حاجة تبقى ما عارفين برده دي نقطة مهمة قوي إن درجة الحرارة جوه البيت عادة بتبقى أقل من بره البيت ليه؟ لأن البيت ده في مكونات يعني الحيطة دي لها مكونات يعني إما حديد و خرصانة البيت أقل من بره البيت أقل من بره طبيعي درجة الحرارة عادة عشان كده حضرتكم بتلاحظوا دايما إيه؟ إن الجو يبتدي يدفي بره لكن البيت جوه ما يتفشل لبعد فترة من ثبات درجة الحرارة بره يعني مثلا لما بننتقل من الشتاء للربيع الفترة دي أو الانتقالة دي ما بيحصلش فيها دفء مباشر مع ظهور الشمس واستقرار الشمس و درجة الحرارة ما بتتزبط بره ما بتتزبطش جوه البيت لأنها بياخد وقت البيت على بال ما المكونات بتاعته تبتدي إيه؟ درجة حرارة الضغرية تمام العضلات اللي ما بيحصل فيها كده وبتتمدد ده بيعمل إيه؟ بيخلي في المقابل يحصل حاجة زي رعشة موجودة وتبتدي المفاصل حواليها ما تتحركش كويس تمام؟ يبقى دي أول حاجة بتحصل في العضلات مع البرد طيب قبل ما نروح لتاني حاجة في العضلات مع البرد هل الضرر بالنسبة لي يا دكتور هي نحية شكلية بس إننا مثلا ممكن أبقى رجل قباهي كده محترم قاعد في وسط الناس فجأ قوم جسمه منفوض؟ ولا ممكن يكون فيه أضرار تانية أنا ما عرفهاش أو نتائج تانية ممكن تحصل على المدى البقيد؟ طيب هو دلوقتي أنا لما العضلات بتاعتي تمددت؟ بتتمدد وبعدين يحصل الرد الفعل ده ويحصل الانقبضات والرعشة اللي بتحصل الرعشة دي بيطلع معها حاجات من إيه؟ مكونات الطاقة الداخلية اللي هي الإيه اللي هي الإيتي بي والحاجات دي مفروض إن الجسم بتدي يسخرها عشان يطلع طاقة تعمل عملية تدفئة للجسم ماشي تمام كده؟ تمام يبقى أنا كده بستهلك الطاقة اللي موجودة عندي المخزونة فإن أنا عوض حاجة مفروض إن أنا يبقى لها ترتيبات هنتكلم عليها بعد كده بالنسبة للأكل والشرب في فترة الشتاء أو في فترة البارد أو في طريقة لبس الهدوم تمام ماشي؟ يبقى أنا مفروض إن لما تبتدي تظهر الحاجات دي أو لما يبتدي درجة حرارة تقل لما يبتدي درجة الحرارة تقل مفروض إن فيه احتياطات هنبتدي نعملها بالتدريج واحدة واحدة بس إحنا هنتكلم عن المشاكل اللي بتحصل في كل حاجة الأول وبعد كده ندخل على تمام إزاي أتجنبها وإزاي أخد حاجات تساعدني على إن أعدي الفترة دي بدون استهلاك كامل للطاقة الداخلية للجسم يعني المشكلة الخاصة بالعضلات مع البرد إنه بيؤدي إلى تمدد العضلات والعصب بيتمدد معها فده بيؤدي إلى رد فاعل إن العضلات يأتيجي اللي هي الرعشة المفاجئة للتغيبات وتكون مع بعض الأحبات وعند الناس بتستمر الوقت طويل وفي ناس تستمر الوقت طويل طيب البرد والمفاصل المفاصل بطبيعتها لو فيه خشونة موجودة في مفصل بانتهى البساطة كده إحنا هنوضحها بثلاثة المفصل ده له طبقة نعمة بتغطيه لو حصل فيها خشونة إحنا كلمنا بكثة في نقطة طيبة سانة وضحها بردو تانية سريعا إن المفصل ده الطبقة النعمة اللي عليه بتستمر موجودة طول العمر لكن عند سن من 20 ل 25 سنة بيبتدي يحصل إن الطبقة دي عملية الاستدال والاستعادة فيها بتتوقف فبقت ثابتة اللي رايح مش جاي أعم فبتدي بقى فعلاً اللي رايح مش جاي الطبقة دي طبقة نعمة والأعصاب اللي فيها قليلة وميبقاش فيها إحساس بالألم فبتمنع إحساس الألم عن العظم تمام لما تبتدي الطبقة دي يحصل فيها تفقد نعمتها أو يحصل فيها قشور اللي هي القرح اللي بتحصل بالعظمة دي مع السن يبتدي العظم اللي تحتها يبقى مكشوف وبالتالي يبدأ يحس بالقلم يبتدي يحس بالقلم بيفقد الطبقة العزلة بتاعته ويبتدي يحس بالبارد اللي هي فوق الرجبة دكتور المشارطانيات لأ لأ الموجودة حيث لما يعني حضرتكم كده ببساطة لما بتجيب انت مثلا مع الشنازف يعني مصورة من عند الجزارة عشان تكلها بتلاقي فيها طبقة هنا بيضة ونعمة هي دي الطبقة اللي أنا أصد عليها وهي دي الطبقة اللي مع الحركة لأ أنا أصد يا دكتور أنا بحس بقى كحد عادي في منطقة الرجبة لأ منطقة اللي والرقبة لا 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 ده هي حاجة موجودة في تركيبة العظمة نفسها يعني العظمة لا أنا أصدي استشعار الألم بيكون في المنطقة اللي مع الوقت في المفصل بقى في المفصل للرقبة اللي هو أوريدي كان فيه واجعة شوية موجود بس ما كنتش حسه عشان الطبقة دي ممكن يكون ما كانش موجود قبل البرد ممكن حقيق بقى لما تبتدي الوضع ده تبتدي يحصل التغير اللي بيحصل ونوصل فوق سنة 25 سنة وإحنا ماشيين بقى بعد الأمر ده يبتدي يحصل إيه إن الطبقة النعمة دي معديتش موجودة أو فقدت نعميتها يبتدي يحصل إن البرد يأثر تأثير مباشر على المفصل يعمل فيه التهابات يعمل فيه تورم يعمل فيه ألم شديد ويظهر بالليل أكتر ممكن نصحي حضرتك من النوم ماشي دي حاجة خاصة بالمفاصل أي مفصل حصل فيه خشونة يبقى هو أول مفصل هيتأثر بارتفاع بانخفاض درجة الحرارة وزي ما قلنا هي القاعدة كلها إن هناك علاقة ترضية بين انخفاض درجة الحرارة وانخفاض ضغط الجو اللي بيؤثر تأثير مباشر على عضلات اللي هي أساسا بتحيط المفاصل ويؤثر على المفصل مباشرة لأنه هو ما عادش فيه الطبقة العزلة النعمة اللي بتفصل بينه وبين الإحساس بأي مؤثرات خارجية حوالي أو أي حاجة حواليه تمام 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 زي ما بالضبط مثلا نصيحة بنقولها مثلا بنقول آه فيه ناس بتعمل حاجات كده قدام الفرن وطاة ومش عا فيه عندها خشونة في الرجب بنقول لها برضو إن حيث لو قعدتي والمفصل فيه خشونة والفرن ده أو المتجاز أو أي حاجة منهم سخنة رد فعل السخنية ده إنه هيعمل لك التهم في المفصل لأنه ما عادش فيه الطبقة العزلة الواقي ده إيه ما عادش شغال بكفاءته 100% تمام تمام طيب دي حاجة يبقى ده بالنسبة المفصل الألم في البرد بيزيد التأبس فيها بيزيد بيزيد عشان كده مثلا المريض اللي عنده روماطايت بنقول لحضرته إيه في الشتة دايما لازم تدفي نفسك كويس ماشي لازم تحسن حالتك النفسية لأنه برضو عشان تبقى حالك وعارفين البرد بطبيعته بيعمل اكتئاب يعني بيخليك إيه الآن مش عايز تخرج عايز تنام في السرير وبعاني بقى إيه تجيب بقى مثلا إيه الأرصاد وتشوف درجة الحرارة النهاردة مش عارف كامل إذا أنا مش خارج النهاردة ده جو برد لا طبعا إحنا بنعرف درجة الحرارة من الأرصاد مش عايزين ناخدها بقى بشكل خطأ إحنا بناخدها إيه عشان عشان نحتاط آه أنا خارج النهاردة طيب درجة الحرارة قليلة طيب أنا عايز أحافظ على نفسي يبقى هلبس هدون كذا هعمل كذا هنقول للوقت دي في وقتها لكن أنا قصد إيه ما تخدش درجة الحرارة اللي بقودها في الأرصاد إن دي آه ده أنا قاعد بقى في البيت لا لأن أنت مفروض يبقى لك نشاط تقيم البرد دي بقى البيت وبرى البيت ده مهم أول تمام طيب بعد اتكلمنا عن البرد والعضلات البرد والمفاصل البرد والأعصاب تمام مبدئيا كده الأعصاب الترفية بتتأثر بالبرد لإيه لأن تلقائي مع البرد بيبتدي يحصل إن الدورة الدموية الترفية بتبقى أضعف كتير لإنها ما بتقدرش لو درجة الحرارة واطي قوي ما بتقدرش تواكب المشكلة دي تاني تاني الحب تاني تاني لما يكون البرد جديد لما يكون البرد جديد يعني درجة الحرارة مخفضة جدا مفيش فيها فتوانا دي يعني مفيش حاجة سماها إن أنا أماشي بقاميص ودرجة الحرارة مثلا اتنين أو صفر يعني كلام مش صح لأن تلقائي الدورة الدموية كل حاجة لها طاقة الدرجة الدورة الدورة الدموية الترفية عندك لها طاقة ما الفكرة دا متعود على كده دا ما هو ما داك وعيس الكلام دا مصحيح لا طبعا مش صحيح طبعا مصحيح لا لا خالص مش كلام من دا خالص لسبب لسبب بسيط جدا لأنه هو يعني مصحك كل حاجة في الدنيا لها نظام غير النظام نظام كون أقصه يعني يعني غير النظام كون أقصه يعني مصحك كل حاجة ربنا خلقها بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر ماشي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في كتابه العزيز قال خلقنا لإنسانا نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بطير نعم أدي آية في آية تانية بيقول فيها سبحانه وتعالى إيه خلق الإنسانة فعدل في أي صورة ما شاء نشاء ركبك ماشي يعني القصة مرتبطة آه أنت تركيبك الجسماني آه قوي بس لكن أنت الأطراف عندك لها طاقة في كيفية التغلب على البارد ليه هو طبيعي إنه في حاجة اسمها الفليرساين أو العلامة العلامة الرد الفاعل اللي هي لما جوي برد تبتدي الأول الشرعين تنقبط ماشي عشان تعمل عملية إيه محافظة على كميات الدم اللي موجودة في الأطراف وبعام بعد كده تبتدي إيه تفتح عشان تزود كمية الدم طب هي هتقدر تعمل ده لوقتي معين تمام تمام بعد كده هتفقد مقدار التاقة اللي عندها اللي بتساعدها على إنها تقوم بالوظيفة دي تمام عشان كده وإلا لو كان ده حاجة طبيعية يبقى ما كانش يحصل حاجة اللي هي اسمها عضة الغابة أو عضة البارد أو الفورست بايت أو إنك إنت واحد مش في الغابة مثلا حصل له إن الدورة الدمية بتاعته سقصت ما كانش يقدر يكمل يحصل له غير غالية الفصابة أو غير غالية الف مناخير أو غير غالية الفهودانه لو أعط أسر ما كانش الدم وصل الأضرح ما أنش هيقدر يقوم بوظيفته له حد معين وبعدين المفروض أن أنا أعمل له support يعني المفروض أن أنا أعمل له مساعدة أو أفعل رجليه لكن أنا هقول كل حاجة ما هو ربنا خلقه ربنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال وفاقه يقول لي بي علم عليم لا إله إلا الله ورسول الله سلام قال لي تداو فإن تداو فما أنزل الله ده أن الله أنزل الله علمه من علمه هي قصة هنا كده أنت النهاردة جاء برد تدخل احتياطاتي إيه اللي بيحصل بقى في الأعصاب الأعصاب الترافية نتيجة أن الدورة دمائية الترافية بتبتدي تضعف يبتدي ينتقل الرسالة من الأطراف للمخ اللي بدأ هنا يحصل مشكلة وفيه برد بدأ يحصل بعد شوية مع تكرار الوضع واستمراره الفترات طويلة يبتدي يحصل عملية سقوط أو فشل للرسالة نفسها يبتدي يحصل الاتهاب كمان في الأعصاب تبتدي يزل التاهب وخطوان في الناس اللي عندهم سكر ماشي اللي عندهم الكوليسترول العالي اللي عندهم مشاكل في الكلا مشاكل في الكبت تدخل أن الأطراف بتاعتهم بتبرد وتزرق طيب يبقى أنا عندي خدلان بيحصل في الأطراف نتيجة أن الدورة الدمائية بدأت لا تستطيع لا تعمل بكفاءة أن تقوم باللي أنت طالبه منها تمام يبتقدر تقوم بالدور ده لكن أنت بتستهلكها بتستهلكها على مراحل مثلا يبقى عندك كوليسترول أكتر الأطراف يا دكتور علمون كنت تكون مهددة في البرد وأكتر الأطراف احتياجا للتدفئة يعني إحنا نقلعنا لأننا بنلبس شراب عشان ندف رجلينا هل في مثلا أطراف تانية مهمة بنفس الدرجة اللي لازم ندفيها زي ما ندف رجلينا مثلا تمام بص دكتور محمد فضل أنت عندك أبعد منطقة عن القلب سبع رجل كبير دي واحد تمام عشان كنا ندف رجلينا تمام عشان كده أنت في البرد دلوقتي تلاحص حاجة تلاقي مثلا أن واحد صديقك بيقول لك إيه ده أنا صوابعي حمرة وبتوجعني صحيح حمرة وبتوجعني وبتوجعني هو ده التطور الطبيعي للقصة دي إنها بتحصل الأول إزاي لما الدورة دموية الترافية لا تستطيع أن تقوم بدورها يعني إيه الأطراف الدم اللي في الأطراف ما عادش قادر يقوم بدوره يبتدي يحصل أول حاجة إيه الصوابع تبتدي تبقى حمرة فيضياض بالمعنى البلدي ده وده معناه بقى يبقى لونها أحمر في البيض يعني معنى كده إن الدورة دموية بدأت ما عادش قادرة تقوم بالكلام ده ماشي بعد كده يبتدي لونها يتغير ويبقى لونها بينك اللي هو لون تقول عليه اللي هو الأحمر اللي هو اللي هو فاتح خالص ده ماشي تمام بعد كده تبتدي لونها يتغير وتزرق بعد كده للآخر بقى تسود وده طبعا ده معناه أننا وصلتها المرحلة لكننا دلوقتي أول ما تظهر العلامات دي أنا أعرف بقى إن المشكلة دي موجودة عندي طيب يبقى حلها ازاي دي نقطة مهمة قوي تمام يبقى أنا دلوقتي لما أجأ شوف مشكلة الدورة دموية الطرفية تمام أنا عايز بس أجمع كل العلاج أو كل قصدي الوقاية مع بعضها تمام بنقطة واحدة لكن أنا بس عايز نرجع تاني للنقطة بتاعة الدورة الدموية الطرفية دي وعلاماتها تمام تقدر لأن هي لها نقطة مهمة قوي أول حاجة أنا بدأت أحس أن الأطرافي سقعة طلنشت قلت يعني ها ماشي مش هحصل حاجة أنا قوي أنا متعاود على كده ده أنا أتقول عملي بمشي حافي في الشارع تمام كنت تمشي حافي في الشارع أو بتنزل الأرض عندك في الأرض بتاعتك هناك أو بتفتح على المية في البارد وإنت حافي مكتش زرجة الحرارة بالشكل اللي إحنا فيه دلوقتي تمام ما كانت تسلمت كده يعني أهلين اللي في الأرياف اللي هو بينزل ده كلام ده ليهم اه اللي هو بينزل في في عز البارد ده بالعمال المصريك كده وفي لغة إخواننا الفلاحين وإنا الفلاحين يفتح مطلق بيقفل مش عارف حوال بينزل بينزل لسلك زروق الكلام اللي إنت عارفه ده ماشي اللي إحنا كلنا عارفينه ما هو حضرته ده مشكلة على أطراف طبعا مع البرد ده طبعا لأنه هو لازم يبقى عارف حاجة دلاجات الحرارة انخفضت تمام الدورة الدرموية زي ما قلت لحضرتك لها طاقة تقدر توازي هذا الموقف لفترة بعد كده الطاقة دي بتفقد تمام لأنك إنت برضه بتستهلك طاقتك دي وبتستهلك قدرة الشرايين نفسها طبعا المشكلة المضعفة لو حد يكبر في السن لو حد عنده أصلا مشاكل قلب كده كده وهكذا ده ده احنا بنتكلم عن الشخص العادي آه فهنا بنبقى لو حد عنده مشاكل لا لا ده كل ده كل ده كلامنا عن الشخص العادي احنا لسنا ما صناش اللي عنده مشاكل للناس اللي عندهم مشاكل ده أنا بقول لحاجة ده ده الشخص العادي وبالتالي يبلازم فيه بداية لها دكتور يعني ده الشخص العادي آه تمام كده اللي هو ايه اللي هو زي حضرتك وزي او زي ولادنا الشباب اللي ما عندهوش أصلا مشكلة ده في الشرايين طب ده يا ميلا دكتور ده يلبس ايه ولا في الأعصاب طيب يبقى الأول احنا قلنا لأربعة همت العضلات ايه اللي بيحصل فيها تمام المفاصل ايه اللي بيحصل فيها وايه السبب الأعصاب الأعصاب وانه هي مرتبطة بالايه بالدورة الدنوية الطرفية تمام يعني الأعصاب والشرايين مرتبطين ببعض تمام وانما بيحصل تأثير ومتقل هنا الاتنين بتأثيرهم طيب نيجي بقى نشوف أنا مفروض أعمل ايه طيب قبل ما اروح للاحتياطات حاجة حاجة خلنا بس في جزئية أبهاتنا وهارين الفلاحيين لأنهم بتفرجوا علينا كتير ودي حاجة تهمهم برحلهم برحلهم في دي الراجل اللي لازم ينزل تعتمد الوقت في نظام الرأي الحالي اللي حاجة اسمها الأدوار الأدوار اللي هو الرأي بيجي مثلا كل 15 أو 20 حسب المايا ما بيجي يعني حسب دور المايا ما بيجي فمضطر يقوم مثلا يروب الليل الفجر ده عالي بضطر يقوم يروب مثلا في ساعة متأخرة من الليل مع البرد ده ومع الشتاء ده وهكذا ده بقى لو مضطر ينزل الميا يعمل ايه بصوا حضرتك فضل زمان زمان أول ما كانت الدولة بتقاوم تقاوم بالهارسيا انه عمر طويل الكلام ده تمام كانوا بيجيبوا صورة دايما للفلاح العصري انه لابس بوت بلاستيك تمام ولابس جوانتي صحيح بوت بلاستيك ولابس جوانتي حتى تلاقي النهاردة أغلب ولادنا والأخواننا الفلاحين وكلام من ده هو النهاردة بينزل عند الحيوانات بتاعته بالجوانتي ده لو هينزل ينظفهم وكلام من ده صحيح ماشي فهو ده بس احنا يعني ايه القصد ايه بص حضرتك احنا لما نيجي نقوله على الوقاية هنتكلم على الوقاية وهنخصص تب تفضل دول معاك لان دول ليهم مكانة خاصة دول اللي شايلين الأكل فتاعة يعني دول هما اللي انت معتمد عليهم في أكلك في منتجة قلبانك في حاجاتك حاجات كتير جدا عندك تمام فانت بتهتمي بيهم في قدر عندك المرضى عندك المرضى بتوعنا برضو ليهم ايه احتياطات معينة تمام الشخص العادي احتياطات بس احنا بالنسبة للكل بنقول ايه بقى اول حاجة لما بنيجي في الشتاء وبدأ ما تفاصل الشتاء يدخل اول حاجة بنيبتدي نلبس هدوم بتبقالها طبقات يعني ايه طبقات يعني انا بلبس مثلا تحت فانيلا اندروير يعني فانيلا بتبقى مثلا قط وفقها حاجة صوف حاجة صوف اللي هو الطقم الصوف اللي معروف ايوة بس يجب يكون صوف ما يكونش قط لانه القطن مايفيدكش القطن مايفيدكش لا خالص القطن يفيدك في الصيف لكن في الشتاء لا نقولوش علاقة بالقصة دي تمام ده بيعمل عملية تدفئة مباشرة اللي هو الصوف ده ويحفظ على درجة حرارتك تماما طبعا واخد بالحركة ازاي ده نمرة اتنين نمرة ثلاثة لازم يهتم ودي حاجة مهمة اوي بني يغطي ودانك عشانك ده المزبقى في لغة الفلاحين الكلبوش او في لغة الناس تانية الاسك الاسكاب او او الكلبوش ماشي ده مهمة اوي انه ودانك لازم في البرد وانت خالد تكون متغطي مم لان دي فهي لما تسعبه سرعة اوي اه لا هي مهردة كده لان كمية تدامة الوصولة برضو مش كتير ماشي تماما يعني اكتر حاجة بتشوفها في اصابات اللي هي الفورست بايت او اللي هي عضة الغابة او عضة البرد انك بتلاقي المناخير او الودان حصل فيهم غير غيرين من شدة البرد في الاماكن اللي لو قاعد فترة في البرد طويلة مثلا من غير ما يوصل لمكان يدفي ناك طيب لازم يدفي ودانه دي حاجة مهمة قوي لازم يهتم بانه يبقى لابس حاجة شراب في رجله صوفه طيب انا خارج في البرد عندي جوانتي لازم عندي جوانتي صوف البسه يعني الحل في الصوف اه الحل في الصوف اه او الاكريليك اه وانا على فكرة هو متاح وبأسعار مش غالية يعني هو يعني ما اعتقدش ان هو غالي واعتقد ان هو ده الاساس في بقى حاجات تانية اللي هي زي اللي هو مشات الميلتون مثلا الحاجات اللي فيها فارغ ماشي حاجات دي كلها متاحة واسعارها متقاربة يعني لكن القصد ايه انت ما تخرجش من البيت اه اه لو انت معاك صوفها متدفي لا متدفي ماشي انت خرجت اه لابس جوانتي لابس ايس كاب زي ما انت بتقول او لابس كوفية مغطي بيها راسك او كلبوش او 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 حسب الايه المتاح المتاح او حتى طيية صوف حتى و مغطي بيها ودانك مهم او لك تغطي ودانك مهم او لك tombe مهم اوى جدا مهم يعني ده حاجة مهمة انت لنسل تتصلي الفجر تغطي نفسك كويس ضررر tc غطي ودانك مش هتحس بالبارد لازم انت يبقى لك في حركتك وانت ماشي برا نشاط تتحرك عشان دورة دموية عشان تتحرك جسمك اتقل بجسمك تتحرك تبتدي ايه تنمو معك الجسم يبتدي يستفيد من الحاجات المخزنة زي الدهون مثلا في انه يبتدي يحرقها ويحولها لمواد طاقة يستفيد منها في الوضع ده يعني المشي في البرد اه المشي في البرد ده حاجة حلوة يعني ايه لبس جوانتي لبس شوز لبس جسمة يعني لبس شرب لبس كفية او لبس حاجة مغطي بيها ودانك وراسك ماشي لبس غطى كويس لجسمك يعني لبس بلطو لبس جلبية المتاح طيب انا هاجي النهاردة ده بالنسبة للشخص العادي اه طيب نيجي بقى ليه اللي عنده مشاكل طيب سوائن سوائن قبل ما عندنا اللي عنده مشاكل ده شخص العادي في البرد طيب الجماعة بقى الكبات ان اللي عايزين نلعبه كوره كل يوم زي جيلنا كده ده لأ مفيش مشكلة بس هو لما بيروح يلعب كوره احنا اتفقنا قبل كده لو بكر في الحلقة بتاعته العضلات وانه اهم حاجة انك قبلك قبل ما تلعب تعمل ايه سخن كويس تمام تمام دي اين مراح؟ لا انا بتكلمه دكتور اللي هي بقى الكوره في البرد مع اللبس يعني مثلا بالبس طقم لا مفيش محكرة بقى مثلا من الجسم اه انت حاجة لما تروح تلعب كوره هتجري هتسخن الاول تمام تمام هتسخن جسمك الاول عشان ناخد درجة حرارته بس ده مبني على حاجات تانية تمام اللي هي ايه بقى النقطة دي احنا بس عشان ما نتخطهاش بس هتكلم فيها ماشي انا مفروض عندي فيه مشروبات لازم اخدها في الشتاء وفيه اكلات لازم اخدها في الشتاء ماشي تمام تمام انا لو هلعب كوره مفروض ان انا مبقاش عندي انيميا ماشي ويعني صحية العام عايز حد يشيرني على كتفه وديني البيت ماشي اه يعني وتروح تلعب كوره طب انت تلعب ازاي يعني انا مش فاهم يعني انت برضه ما هي كل حاجة بالعقل يعني يعني انا مثلا ايه واحد ما بيأكلش وعنده انيميا ومعرفش ايه وحاجات كده ما ينفعش فيها الكلام ده طبعا انت بنقول قبل كده العقل السليم في الجسم السليم ماشي انت رايح تلعب كوره اه ولاند جود بس لازم تكون فترت اتغديت اتعشيت كلت حاجات من حاجات الطاقة شاربت حاجات من حاجات الطاقة عشان تيجي تستثمرها هنا في انك تبني بيها عضلاتك وجسمك لكن انت مبتاكلش متاعملش واخت بيها الحاجات ازاي ومثلا تقول لي ايما انا باخد حاجات اللي هي مش عارف ايه ده بجيبه بودرة مش عارف منين وبجيبه البروتين ده بودرة وبجيبه الده مش كلام من ده يعني ده حاجاتحت مؤتدا حاجات المجففه مع الكلام ده مش مفيدة الأكل زي ما قلنا قبل كده هو أكل البيت أورجانيك تأخذ حاجات أورجانيك أكل البيت العاجي بتاعك يعني إحنا هنتكلم مثلا نقول إيه الأكل عمتا إيه المشروبات اللي مهمة إن إحنا نشربها في الشتاء إيه هي أول حاجة ودي حاجة مهمة أوي برضو أول حاجة الحلبة الحلبة أه ده عندنا يعني جنس الذكورة يتعاملنا الحلبة دي بسخرة أقول لك حلبة إيه وإحنا مش عارف إيه آه لا هو الحلبة دي أولا فيها طاقة ماشي الحلبة رغم واحدة دكتور نمرة واحد حتى لما تيجي تراجع أي بيبر أي يعني أي رسالة أي حاجة مكتوبة بالعربي والكلام ده حتى بالإنجليزي أو الكلمة الحلبة ماشي تمام ليه بقى أنت محتاج تشرب في الشتاء تلاتة لتر سوايل دافية دافية آه في اليوم في اليوم تلاتة لتر سوايل دافية في البرد اللي هو زي النهاردة مثلا مبارح الشهر الجاي ده هو بارد تلاتة لتر سوايل دافية طيب نشرب إيه مش كتير هذوقت دافية مش كتير خالص هو الأفريج بص المتوسط للمشروب بالنسبة للشخص البالغ تلاتة لتر عموما عموما بالمية بقى بغيره آه توتال كده تلاتة لتر طب أنا عشان نشرب سوايل دافية بس تلاتة لتر كتير قوي ما هو في حاجة مهمة قوي هو أنت دلوقتي النهاردة لما بتشرب ينسون ده اللي مراحت بتشرب قضي حلبة الأول بتشرب ينسون بتشرب نعناع ماشي عايز مثلا نشرب سحلب فيه ناس بتحب السحلب بس يقولك ده السحلب ده بيزود الوزن لأنه فيه مكسرات بتحط عليه لبن وبتحط عليه سكر فبيبقى بيزود داسم شوية داسم جدا بلده جدا شوية أول حاجة أنا أشرب السحلب ممكن يوم بعد يوم وحط فيه لبن منزوع الدسع اللي هو منزوع الدسع يعني ملوش ويش يعني آه منزوع الدسع من غير ويش وبعدين إيه؟ بلاش مكسرات بلاش فلس بلاش فلس سودان بلاش مكسرات وحط عليه عسل معلقة عسل أو سكر من اللي هو بتاع التخسيس اللي هو على سكر الضايت ده تمام؟ نفسك تشربوا اشربوا لأنه بيدي طاقة عالية جدا ما يوضيهاش أي على فكرة مشروب تاني السحلب آه تيجي تقول بقى تمام يعني تيجي تقول بقى بعد كده مثلا ايه المشروب اللي بعده ايه؟ مهم قوي ده ايه هو؟ الشاي يه طيب الشاي كويس؟ هو الشاي أصلا مش محتاجة توصيل يعني لا ما أنا أقول له حيك هو انت بتقولي الشاي كويس أقولك لأ طب بقى الشاي مش مستحق ليه بقى؟ الشاي من الحاجات زيه زي الشوكولاتة باللبن مهم بيعمله جفاف في الجلد تمام تمام؟ الشاي والشوكولاتة باللبن الشوكولاتة باللبن اللي إصراف في شربهم كتير بيعمله طيب حد الإصراف اللي هم كان كوباية يعني هو الشاي العادي ده يبقى يتشرب شاي خفيف أه يعني يعني أنا ما عليش يا جماعة خليكم عافظ يعني حيك لو ما تحطوا في النور كده تبقى شايف النور منه كويس ده الشاي الخفيف ده الشاي الكويس أه ده الشاي اللي مش دار وهي مرة واحدة أه أه شاي خفيف سكر خفيف ويتشرب مرة واحدة في اليوم مرة واحدة يا دكتور دفنس بتشرب قبل وبعد لا وفي ناس بتشرب عشر كبيات وفي ناس تشرب تلاتين كباية في اليوم أنا يعني أنا شخصيا أنا أيام ما كنت في الإعدادية تشرب تلاتين كباية في اليوم مش هقل من كده بس بطلت خالص ليه بقى أصواء الشاي من الحاجات اللي بتساعد على حدوث الأنيمية وبتقلل انتصاص الكلثم هادي أول اثنين لأن هي بتعمل عملية تغطية لكرة الدم الحمرة فبتمنع استقبال الكلثم على كرة الدم الحمرة أمال بيفوق إزاي دكتور؟ هادي واحدة بيفوق إزاي؟ لا بيفوق عشان المادة اللي فيها اللي هو زيه زي القهوة الكافيين الحاجات اللي فيها ده دي بتعمل عملية تنشيط زيها زي المهار غزية تمام وهو برضو فيها نفس الفكرة هي فيها مادة بتعمل إيه؟ عمل إيه تنشيط للجسم وبالتالي الجسم بيد منها لكن يعني هو اللي ما بشربش شاي خالص ما هوش نشيط؟ لا أنا ما شربش شاي خالص يربو ظروفها يعني لا لا هي مش كده يبقى ادي ايه الشاي؟ طب الشاي اللي ممكن اشربه ايه الشاي الأخطر من إنه هو مفيش فيه طب الشاي التقيل اللي يقول عليها عندنا في الصعيد وفي الفلاحين ده كوبيا والله يبص أولا حاجة على حاجة أولا ده بيوجع المعدة تمام؟ وتركيز المادة الخام بتاعته فيه بيبقى عالي قوي وهو على فكرة بعد فترة ممكن يخلي حاجة تتعود عليه لدرجة نتعرفش تتحرك منه فده مش حاجة جيدة بالإضافة لأنه هو مش هيدفيني قوي زي الحاجات التانية دي طيب إيه كمان؟ تفضل الحاجة بقى اللي احنا بنشوفها و اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الموسم بتاعها اللي هي إيه؟ البرتقان ده بنسبة للفاقه بقى لا ما ده مشروب عشرب ببرتقان يعني ماشي البرتقان اليوسيفي ماشي هتقولي اتنين موجين باستمرار أقدر أشربهم في أي وقت أو أقولهم لو أقولهم في أي وقت لأنهم فيهم بيتامين سي وبيزودوا الطاقة طيب في بعض الناس عشان برضو أحد الناس القارئين مثلا طيب ما في ناس بتقولك المخولة اللي بتقول إنك تشرب في البرد حاجات بردة وتشرب في الشتاء تصيف حاجات سخنة طيب هي القصة دي مبنية على نظرية بس ما ما حدش قدر يثبت إن هي كده مية في الماء اللي هي إيه؟ آه إنك لما تشرب حاجات بردة في الشتاء طيب ده بيتخلي الجسم ده يتحرطه بتقيل لي أصلا تقيل لي شوية يبتدي يحصل رسالة للمخ إن إحنا محتاجين طاقة يبتدي جسم المخ يدر سالة للعضلات إنها تستخرج الطاقة اللي فيها وتخرجها طيب أنا بس سالك الطاقة كده فدي حاجة مش جيدة وكانها حاجة استفسازية كده طيب أنا دلوقتي النهاردة أنا جيت البيت أنا بردان شوية هولة بس دخلت البيت عايز أخد حمام دافي ماشي أخلي الماء سخنة قوي لا ولا أخليها باردة أيهما أفضل لا لا باردة ولا سخرة يعني ما أولى لحسد درجة الحرارة بتاعة الجسم طيب يبقى هي مرتبطة بدرجة حرارة إيه؟ الجسم والمكان درجة حرارة الجسم مثلا 37 يبقى أنا بخلي درجة حرارة المية في الأربعينات بحس إن إيه؟ ما ديش رسالة برضو إن أنا محتاج استهلاك طاقة فالجسم يطلع الطاقة بتاعته ولا إن أنا إيه؟ أخلي الجسم يحصل له عملية لخبطة ما يبرش إيه؟ إيساس تقول طيب هي الحلقة خلصت فعليا أنا مش عايز فالله عمليا بس إن أعز نقول لناس أجمع ممكن نكمل الحلقة الجاية أنا أعز نقول لناس أجمع اهتموا بالحلبة شوية الله يكرمكم الشائعات اللي بتتألف البيوت بالنسبة للشباب بقى والصبيان تمام عموما إحنا يا جماعة إحنا مش عاملين كده عشان نشرب حلبة على الاعتبار إنه الإيمج أو الصورة الزينية وعندنا نشربت الحلبة يقولون محمد يعني أنا قضي الحاجات الدافية دكتور سالم اتكي على الحلبة والحلبة هي كويسة فنشرب حلبة إيه المشكلة؟ إيه المشكلة نشرب حلبة؟ حتى عندنا بالعمالة المصرية يقولوا الحلبة زي المغاد بتحضر الدم الجماعة بقى اللهم الأنصر النساء يعني مش عارف طبعا الكلام ده لأساس من العلم ولا هي اجتهادات ولكن برضو من وقع كلام دكتور سالم لا إن الحلبة مفيدة بترفع درجة حرارة الجسم أكيد لا فواد تاني ممكن نبقى نتكلم عنها وذكرها على رأس كل الاهتمامات ديات أو رقم واحد وطبعا دكتور سالم يعني فقية في الناحية طبية على درجة بسم الله ما شاء الله حضرتكم يعني انت تستشفوها وبتلاحظوها في كلام حضرتك ختمة لأمم مكتول لك يشرب حلب يشرب حلب ما تقويش ورق جادل يعني كامل الحب والتقدير اللي معالي بسم دكتور سالم درغام تحيات الحضرتك مرة تانية وإن شاء الله نكمل في حلقات تانية إذا قدر الله المقاع واللقاء تحيات الحضرتك شكرا شكرا اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته